دكتور مصطفى أنا بس عايز أسعى لحضرتك سؤال الناس في بعض الأحيين بيعتبروا أن التعاون بيحتاج لسرامة هل ده حقيقي؟ دي نقطة مهمة أبا فانت في فرق كبير أبا بالتعاون والاستهتار أو التعاون والتسيب التعاون زي أعدي حاك مثلا بقودة المنازير أو قودة العمليات إحنا متعاونين كل هذا لكن في نقطة معينة لازي يكون قائد للقودة دي قائد للقودة بتعاون لكن الناس يأخذ قرار والباقي يسمع كلامه في اللحظة دي فهو فيه خط نتعندكم مقياس الوقت أقل من سن بزبط فهنا لازم يبقى فدي تعلمتها حقيقة سوية أنه لازم يكون متعاونين وبيننا ثقة بين الفريق كله لكن في لحظة معينة لازم واحد يقول يمين أو شمال والفريق كله يسمع الكلام وعنده ثقة هل ده معارض للتعاون؟ لا مش معارض خلص بس لازم ده عشان يتبني حلو أول يا دكتور مصطفى وكأنك بتتكلم عن أن التعاون محتاج هستري محتاج تاريخ طبعا بيتبني مع الناس طبعا هنا بقى يجي السؤال إيه علاقة التعاون ببناء الثقة؟ يعني إزاي إيه الحاجة كده وكأن فيه علاقة كده فيه دينماكية بين التعاون والثقة يا دكتور هي الفكرة كلها أنا بأخذ أنا شايف التعاون جزء كبير أو من تعريف للتعاون هو المساعدة الله هو أننا لما هساعد الدكتورة وهقدر أساعدها وهقدر أدعبها ده جزء من جزء التعاون فلو ابتدينا طول الرحلة وإحنا بنتعاون مع بعض بنساعد بعض مشكلة أن الناس كتير وفهمين أننا لما هساعد الدكتورة أنا هخصر الحقيقة لا أنا أكسب لأن أنا بابني في فريقي بابني في واحدة في فريقي أو في الوقت إحنا بنتعاون مع بعض في كلها بنتعاون وبساعدها أكتر ده اللي بيبني ثقة وإلما ده بيبني ثقة فلما بتيجي في اللحظة الصعبة اللي ما بيننا هي أتصق فيها لأنها جربتني جربتني حلو قوي ده يا حلو الله يفتح عليك أشكد بحبك يا دكتور مصطف إيه اللي حصل فالدكتور مصطفى قال إزاي بتتبني الثقة إن أنا لما بساعده قبل ما يحتاجني بصبت أنا لما بيحتاجه هو لما بيحتاجني بيكون واثق فيها فيقول لي لو سمحت تعالى نتعاون ونشترك دائما بيتبقى مشكلة التعاون إن التعاون الناس بتيجي تشتغل على إن التعاون بيكون في لحظات الشدة بس لا دوت حالة من حالات الإسعاف ما بسموهش تعاون لكن التعاون ده ده بروسس بنبتدي بنعيشه طول الوقت شكرا